لا يوجد لا يوجد سكن لحياة الإنسان إلا مع زوجه لا يوجد سيكون مضطرب إلا بوجود زوجه ليس أم ولا أخت زوجه إذلك يقول ابن عباس آدم وهو في الجنة نام فاستوحش في الجنة عندك كل شيء استوحش العلاقات الاجتماعية مهمة استوحش طيب قال فلما نام هو كان في الجنة فاستوحش يقول فلما نام خلق الله له من ضلعه حواء لتؤنسه إنسان ينس يبحث عن الناس يبحث عن الألفة لن تسكن هذه الروح بوجود طرف آخر الطرف الآخر لا بد أن يكون زوجه لأن الزوجة هي التي قال الله عز وجل فيها وجعل بينهم مودة ورحمة هو الذي جعل ولا وحده ما عرف ولا يعرفني لي ثقافتي ولا ثقافته وأنا كل عمري أحتشم والآن لا أحتشم أمامه واشتها العلاقة اللي كده بسرعة كده تجي الله لنزل محبة والرحمة والمودة حتى يصبح هذا الرجل أقرب من أخيها ومن أبيها وهي تصبح يعني أحب له من أقرب الناس إليه هي من الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة إذا مهب مع زوجة لن تحصل على هذا السكن لا تفكر بذلك والله 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 أن كل علاقة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك لن ترضيك العلاقة مع إمرأة أجنبية عنك وتقول أنا مبسوط لن ترضيك نهايتها واسأل المجربي هذه العلاقة لم تكن علاقة صحية بل علاقة اللي هي العلاقة الأخيرة هي اللي سميها العلاقة المميتة التي تفسد عليك مصالح الدنيا ومفالح الآخرة هذه العلاقة الآن أبو عمر في علاقة تكونت غريبة جدا لا تنتمي إلى الفطرة ولا البشرية ولا المخلوقات في علاقة كده جديدة مو بالكراش ولا لا 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 في علاقة بين رجل وإمرأة علاقة صداقة متى تنتهي هذه العلاقة بإعلان الحب ألا موجود هذه النوع من علاقات جديد صديقتي أنا أفض فضلها عن اللي أحبها وهي تفض فضلي عن صديقها ولا عن زوجها ولا أنا عن زوجتي متى تنتهي إذا أعلن الحب أحد الطرفين قال لا 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 ما اتفقنا ثراء لا احنا ما اجتمعنا عشان كده لا 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 وقف 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 إيش العلاقة هذه شيء غريب صراحة طيب هذه العلاقة أنا عشان أقيسها يقولك واحد أنا علاقتي مع الآخر إذا لم تكن علاقة شرعية علاقة شرعية وفطرية فليس كل المتاح مباحة تبه ولا وليس كل إذا أعجبت بوردة ليس لك الحق في أن تقطفها ما أسأل ما سألت أعجبتني ولا أعجبني ولا مبساطنا البعض ولا لا 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 جب لي علاقة وأنا أقولك توكع الله جب لي علاقة يقول الله عز وجل جب لي علاقة في قوله عز وجل مثلا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم جب لي علاقة الطرف لا ينظر لطرف وهذه العلاقة أيضا مأمور فيها المرأة فلا تخضعنا بالقول لا تتكلمين بطريقتك الأنثوية ولا تتكلمين في أي أمور أخرى ألا في أمور السياق وقل لقولا معروفة ولا تتعطرين ولا تبدين زينتك جيد ولا يخلو رجل بمرأة فلا المكان معك ولا اللباس ولا النظر ولا الحوار مسموح به وهي بالنسبة للرجل فتنة أشد بعد الدجال ما في أشد منها أي عاقل يقول يمكن أن تستقيم العلاقة مع امرأة بطريقة شرعية وما فيها شيء عادي متجاوزا كل هذه الآيات والأوامر هذا العاقل يجب أن تكبر على عقله أربعة فهذه هي العلاقة المميتة الأخيرة علاقة سيئة مع صاحب سيئ سواء كان أي كان هذا الطرف يعني خلني أخذ المكان الجزئي بحد ينبس على سلم الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار ثلاثة ادخلوا غار وطاحت عليهم صخرة واغلقت عليهم فقام الأول فدع الله بصالح عمله قال يا ربي ذاك اليوم أنا سويت كذا كذا إن كنت قبلت هذا العمل افتح لنا ففتح لهم فتحة الثاني دع الله بعمل صالح ففتحت فتحة فالثالث دع الله بعمل صالح ففتحت فتحة ثالثة دائما أتسأل أقول لو كان أحدهم صاحب سيء لبقوا جميعا داخل هذا الكاف ما عنده شيء هذا الصاحب إما ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار فاختر من تريد أن يكون معك في الآخرة يعني هذا بإجمال بس طيب إذا تسمح لي هنا وإدي تريد تشمعك على بعض النقاط مثلا أنت اليوم مثلا نبدأ من آخرها لا ننسى التعلق تكفى تعلق الحب لا تنساه بس يعني ذكرني يا قصدي طيب أفشل أفشل تعلق ذكنا بالله الحين اليوم نتكلم على على مجتمع متغير ومسألة اليوم وجود المرأة والرجل في مكان واحد أصبحت حتمية وموجودة في كل مكان في نطاق العمل أو في النطاق العام أو في أي مكان فكيف اليوم من الممكن أن يتعاملون كيف الشكل العلاقة الصحي في أماكن عمل مختلطة في أماكن عامة هذا ما يميزك يا أبو عمر شكرا على السؤال فرق بين الاتصال والعلاقة الاتصال يجمعني هدف في زمن ما في سياق ما وينتحي هذا الاتصال العلاقة لا العلاقة هو تكرار الاتصال وتنويعه بمعنى أنا معك في الدوام تكرار يعني اتصال مرة واحدة كعميل ولا زبون غير لما تكون زميل الزميل في تكرار طيب هذه علاقة لا العلاقة لما ننقلها من سياقها صرت أشوفك برة صرت أروح معك في استراحة سافرنا مع بعض انتقل من الاتصال إلى علاقة إذن فرق بين الاتصال وبين العلاقة بين الجنسين هذا الأمر الأول اثنين الله الفكرة بسيطة جدا العلاقة غلط لها طريق واحد طق الباب واتوا البيوتها واتوا البيوتها من أبوابها رح الباب طيب هذه العلاقة طيب التواصل أعطانا الحل فلا تخضعنا بالقول وقول لقولهم معروفة هي شرطين شرطين أعطانا طريقة الأداء ومحتوى الحوار بس كيف طريقة الأداء لا تتكلمين أو لا تتكلم بتغنج لا تتميلح إذن فلا تخضعنا بالقول طيب هذا على مستوى الأداء طيب على مستوى المحتوى وقلنا قولا معروف القول المعروف والشو أني أنا جايك في العمل أتكلم عن العمل بسيجي يقول الله ساعتك حلوة هذا مبقى المعروف بالله عطرك وش نوعه هذا مبقى المعروف مبقى المعروف هذا انحراف عن القول المعروف هذا أصلا أصلا هذه الأشياء هذه الأشياء هي التي تقود دفة التواصل إلى علاقة هذه ليش شوفت العلاقات مثل سواقة السيكل أنت الآن عشان تمشي قدام تمشي العلاقة شو تسوي محرافات بسيطة إلىين تروح تمام شفت هذه لو وقفت عن المشي وبطأت الحركة شو يصير تطيح فإذا أنا العلاقة بيني وبينك متقطعة تطيئة ما تواصل معك تطيح فما تنشأ بيني وبينك علاقة جيد لكن لا أنا مخليها تسرع كل يوم أكلمك وفيه تلميحات ساعتك طيبك بكرة أجيب لك كفي أنا ما أقول غلاط ولا صح أنا قاعدة أقول كيف تنشأ العلاقة أنت أدرى بنفسك فرصة الآن عندك يا خي عبر لي عن مشاعرك بتقول ردت فعله مدري إيش لا تنتظر أنت أصنع هذا الوعي أصنع هذه الثقافة أصنعها يعني الآن أجمل جلسة تجلسها معي عندما تحدثني عن اهتماماتي وليس اهتماماتك أن تحدثني عن اهتماماتك أنا بمل لكن تسألني عن اهتماماتي أنا سأتفاعل وأتفجر يعني حماسة تبغى تعمق أظهر إعجابك تبغى تزود العلاقة لا مش تفاعل في اللحظة هذه لا أرح وبعدها أرسل رسالة خاصة عن إعجابك بشيء جزئية معينة أو تشتري أداة من الأدوات تساعد في اهتمامه أو تعطي رابط أو مقطع فيديو عن اهتمامه تعرف على ناس في نفس الاهتمام أوه أنا عمقت العلاقة كذا في قصة دائم أذكرها قصة دورثي ديكسي الصحفية الأمريكية لما أرادت أن تسأل أحد المساجين قالت له أنت كيف استطعت التهمة كانت زوج 233 امرأة في أمريكا فسألته قالت أنت كيف استطعت أن تخدع 233 امرأة بالزواج قال سؤالك غلط أنا ما خدعتهم قال سأليني كيف استطعت أن تقنع وليس تخدع 233 امرأة بالزواج قالت أوكي كيف استطعت أن تقنع 233 امرأة بالزواج قال كنت أحدث كل واحدة منهن عن نفسها واهتماماتها نخطأ إحنا إذا جينا ننشئ أي علاقة مع الآخر أن نحن نكلم عن اهتماماتنا وعن أنفسنا نعم ممكن إحنا نتكلم عن أنفسنا ممكن البنت لما تدخل شلة جديدة أو الشاب إذا جاي يدخل شلة جديدة إيش يسوي إيش يبغى من الشلة الجديدة يبغى يلفظونه أو يحبونه يحبونه أن يقبلونه هو يدخل شلة جديدة يبغى من يتقبلونه طيب يدخل بأدوات خاسرة كيف تجي البنت تاخذ أحسن شنطة وأحسن قصة وأحسن ميك أب وأحسن مدري إيش هي تظن أن إذا حصلت على الإعجاب حصلت على القبول لا الإعجاب يصنع أدوات لما تدخل الأول ما تروح الله يأخذها شعراء حلو بس الله يأخذها ما حبوها لأن لأن تمييزك يشعرني بنقصي وأنا ما أحب اللي يشعرني بنقصي لما تجي أنت تتعالم تتكلم كلمتين إنجليزي أنت بغانا نقبلك إحنا ما نحب كذا إحنا ما نحب كذا ولذلك من يزرع الإعجاب لا يحصد الحب أبدا أبدا لكن من يحبك سيعجبك شوف الأم شوف نعال أوليدها الصغيرة لا يجب تتحب حبهم ما عجبه وتراه ودائم نسمع كل فتاة بأبيها لأنها تحبه الحب يصنع إعجاب لكن الإعجاب لا يصنع حب تفضلي أفصل الإعجاب لا يصنع حب ولذلك الإنسان يعجب بعدوه يعجب بعدوه وبنخلدون في مقولتي الشهيرة أن المغلوب يتبع الغالب أن المغلوب يتبع الغالب فتجد أن الإعجاب ليس من لوازمه أني أحبك لا ممكن أكرهك لأن ميزاتك شعرتني بالنقص وأنا أكره ليشعلني بالنقص لكن الذي يحبك يعجبك ولذلك أنا أراهن على الحب ما أراهن على الإعجاب فإذا أبغى أحد يعجب فيني أتكلم عن نفسي وعن منجزاتي إذا أبغى يعجب فيني إذا أبغى يحبني أتكلم عن نفسه هو ومنجزاته هو وأشعره هو أنه عظيم في نفسه هذه الفلسفتها وهي صعبة يا جماعة صعب أنت ما تحبه ولا تفهم فيه لا أو تتفعل صعب قاعدة مهمة جدا 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 تقول إذا كان الكلام مهارة الكلام مهارة كيف تتكلم كيف 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 إذا كان الكلام مهارة فالاستماع ماذا مهارة لا وليس فن إذا كان الكلام مهارة فإن الاستماع مرؤة ترى أدب الاستماع مروءة ليس مهارة يجي واحد يقول عندي ضعيف في الاستماع ضعيف في الاستماع ما أدريه إذا جاء عند مديرة ويقدم إجازة أحسن مستمع في العالم أنا ما أستمع لولدي أنت ما تحترم لدك ما تحترم احتياجات ولدك أنا ما أعرف أستمع لأمي أنت لا تهمك أمك إذا كان تهمك أمك ستستمع لها ستستمع لها الاستماع مروءة الاستماع حسن خلق أي تفضل طيب بس عشان أكمل جزئية تعميق العلاقة وأرجع لسؤالك بس معها معها مايك طيب إحنا قلنا أول شيء الحقائق وبعدين الأراء الأراء وبعدين الاهتمامات كما كان نبي صلى الله عليه وسلم يأتي يا أبا عمير ما فعل أنه غير يكلم الطفل يسأل عن اهتماماته بعد الاهتمامات تبغى تتعمق تعمق في المشكلات تفاعل مع مشكلاته إذا تفاعلت مع مشكلاته أنت الآن أسرت قلبه تفاعل مع مشكلاته وليس تتفه مشكلاته وليس تعطي محاضرات يوم كنت في عمرك لا أنت لا تحترم جرحي ولا تقدم نصائح هنا جرحي لا تبخ عليه ملتهب لا تعالجه لا 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 سكنهم لا تقدم نصائح هنا تفاعل مع مشكلتها فقط وإذا رأت أن تعمق أكثر تفاعل مع طموحه مع أهدافه مع الأهداف وذلك أعظم قصة حب في القرآن بين من ومن بين يوسف حسنتي يعقوب ويوسف بيضت عيني بدأت بماذا القصة بحلم بحلم هل وصلت مرحلة أنك حتى أحلامك تقولها لأمك وبوك هذا سؤال ونصرنا نخفي كل شيء وما نعلمهم شيء والعلاقة بس نبغى نخلصها أنا ذكرت لكم أنا في عمر 25 علاقتي بأبوي جداً سطحية جداً سطحية لما اشتغلت في وظيفة هو في نفس الوظيفة فصار عندنا نفس الاهتمام وبديت أقابل أصدق أبوي اوه اكتشفت أبوي خطير ويقولون نكت وصخة اف أبوي وصار يسوي مقالب أب 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 بعدين جاني واحد من نصدق أبوي قال قل لأبوك ماشي خبار الأصبع قلت لا توهقني قال ما عليك ما عليك وروح أقول لأبوي ويتغير وجهه وينحرج من اللي قال لك قلت والله ما عارفش معناها يوبا قال قل لاشي خبار الأذن واصيرناك قال علوم وشي جميل وقت شفت كده أني صرت في الدائرة حقتهم قال هو يجي بس حلو وأنا جيب وسوي شفت أبوي الآن أقسم بجلال الله يا جماعة لا أجد أحد أقرب مني صديقا من أبي قسما بالله ما كده زعلان يزعل عليه ما جيت متأخر يصوري القهوة وينك أبوي كبير أبوي فاخر السبعين يعني ما أقول لك والله شابون لا بس أزعم أني نجحت أني أكون أضيف في سجل صداقاتي واحد اسمه بدر حزيمي استطعت يا جماعة ترى هو مشوار لا تتوقع أنك بتروح تقول لأبوك اليوم تقول ها شخبار الله صبع وبصير صديقك لا 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 هو مشوار هو مشوار مشوار وترى الطرف الثاني يمكن ما يتقبلك مو لأن أبوك سيء أبوك ما يعرف حتى ما يعرف وده وده بس ما يعرف مسكت اليد هذه بعدين صرنا خلاص نمسك يد بعض ونروح ونجي وعادي جدا عادي جدا يعني في واحد كويتي انحرق بيته شب بيتهم حريق وكانوا يزوجته جوه فدخل على زوجته ومسك يدها ويركضون وهم يركضون زوجته تصيح وتضحك تصيح وتضحك تصيح وتضحك ويجرجر فيها وطلعوا بره وارتاحوا مش فيك الهبلة واذكري الله حسبنا انهبلت قلت لا 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 احنا لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي ايش الجفاف هذي يا معشرة التماسيح الوضع لازم قلت لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي طيب يعني الفكرة الفكرة وقضية التعبير عن الحب هو مشروع في تعاملك مع ابنائك في تعاملك مع امك ابوك مع خواته هو رحلة 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 تصبر عليها تصبر عليها والله ستزرع ثقافة شفت اول ما تعطيهم مشاعر بيضحكون عليك حلو تذكر انهم ما يعرفون يسبحون بعدين يتجاهلون حلو افضل بعدين صار يرسل قلب ما عندي يسخر الآن بدي يتقبل بعدين الله يخليني منك بعدين سيبادلك نفس المشاعر وتزرع ثقافة في الحب بإذن الله تعالى يا جماعة الحب ليس ليس ثقافة مستلسلات نبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم والله لن تؤمنوا حتى حتى تحابوا عندي سؤالين السؤال الأول هل تؤمن باختلاف الشخصيات والمعتقدات الجديدة خاصة المصطلح الجديد اللي دارج الآن اللي هو الشخصية النرجسية وهل لازم نتقبلها كما فسرت في الإعلام وخلاص نؤمن إن هذه الشخصية كذا وإحنا ضحاياها ونسلم الأمر واختلاف شخصيات كثيرة منها الشخصيات السامة اللي ذكرت عرشت عليها كذا على السريع هذا السؤال الأول السؤال الثاني كيف تفق التعلق يعني أنا مستشارة أكثر حاجة أعانيها من النساء إنها اللي هو التعلق المرضي مع الزوج هي لا تستمتع إلا بوجوده سواء هذا الوجود كان نظار أو مفيد فقط هذا السؤال طيب بالنسبة للسؤال الأول أنا شغلني السؤال الثاني أشي كان الأول أي شخصيات نعم هل يوجد شخصيات نعم لا شك لا شك لا شك يعني أبو بكر رضي الله عنه لما تولى أمر خالدا ولما تولى عمر رضي الله عنه عزل خالد وولى وولى عبد الرحمن يعلق بن تيمية هنا يقول فولى اللين الشديد والشديد اللين هذا نمط هذا نمط هذا نمط طبيعي جدا لكن القاعدة يجمعه باختصار ما يتعلق بالأنماط الأنماط مدارس وكذا كذا كذا القاعدة البسيطة جدا في التعامل مع الناس على اختلافهم هي هي تعرف على من أمامك ثم عامله وفقا لهذه المعرفة بس فرها بسيطة تعرف على من أمامك ثم عامله بناء على هذه المعرفة احنا مشكلتنا ان احنا نجرب الجهاز ويحترك احنا ما تعرفنا عليه اقر كتاب التشغيل وبعدين شغله يدوم معك يدوم الجهاز سنوات معك فأنت الآن هذا النمط أي كان اسم هذا النمط تعرف على من أمامك ثم تعامل معه وفقا لهذه المعرفة ما يحب المسل لا تمزح ما يحب تأخر عليه لا تتأخر عليه ما يحب أحد يلومه لا تلومه إذا تبغل العلاقة تدوم مرة أخرى كل علاقة لها فاتورة عندك استعداد تدفع اشتر العلاقة ما عندك استعداد تتركها تتركها حولها إلى معارف إذن هل يوجد فروقات في الأنماط وكذا كذا الجواب نعم توجد فروقات في الأنماط ومراعاتها أدوم للعلاقة أو خل نقول تجعل العلاقة أكثر أو أقل تصادما احتكاكا هذا الأمر الأول الأمر الثاني ذكرة التريند هذه العلاقات السامة وما السامة وكذا لا هذا أول من سينكوي به هو من دعا إليه لأن كل علاقة فيها أذى كل علاقة فيها أذى كل علاقة بل أن أعمق العلاقات التي كانت في يوم ما مصدر متعتك ستكون في يوم ما مصدر ألمك على الأقل عند رحيلها إذا ماتت تفقد شيء كبير ولذلك كان بعض بعض العرب لا يعمق العلاقة خشية الفقد يقول لا لا تحمل أنا أفقد وأعبها الحجم هذا تدري لا تعطيها أكبر الحجم خلاص خلّه فأحنا فكرة العلاقات يعني الناس صارت تتداول مقولة عمر رضي الله عنها اعتزل ما يؤذيك وحولت ما إلى من صارت اعتزل من يؤذيك لم تجلس حتى مع نفسك حتى مع نفسك كل الناس سيؤذونك يؤذونك بماذا بالمسؤولية المسؤولية أذى والأذى غير الضرر هو أذى يعني هو مسؤولية هو كلفة ولذلك الأصل أن الإنسان كما قالنا مساء الله سلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى وهو في مخالطة معناه في أذى خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم هذه الحالة وكننا نتكلم أنا مضيء عن هذه عن فكرة الفردانية أن الواحد خلاص أنا أي واحد يؤذيني بأعتزل منه وأعتزل عنه وأتركه لو أحنا أخذناها بالضراد كل واحد سيؤذيك أصلاً كل واحد سيؤذيك لأن لأن تفسير كلمة الأذى صار وسيع جداً لدرجة أن اللي خالفني في نوعية القهوة اللي بأخذها يأكر مزاجي ويعطيني طاقة سلبية فتخلص منه ما ما حد بيقعد معك طيب وإذا ما قعد إذا أنا اعتزلت هل أقدر أصير إنسان أعيش في عزلة الجواب نعم لكنك ستتآكل من الداخل الإنسان اجتماعي بطبعه والعزلة تؤذيه جداً ثم أن العزلة التي يذهب بها الإنسان مما ضارها في كلمة بديعة جداً للغزالة رحمة الله عليه يتكلم عن الإنسان اللي دائم يجزل حاله طبعاً اللي دائم يجزل حاله أول شيء أول شيء لا يستطيع تهذيب سلوكه إيش معنى تهذيب الآن الشجرة أنت تتركها تسقيها إيش تصير لها تنمو تطلع فروعها كده فإذا جيت أنت تخليها جميلة شو تسوي تهذب ففي تدخل خارجي ولذلك تشوفون الطفل اللي ما عنده أخوان وأهلا ما يروحون كثير مثلاً يعني ما يخلطونه مع ناس ما يتهذب ما يعرف حتى ما يعرف يأكل وسط مجموعة ويصير الإنسان أناني ما يعرف حدود الآخر ما يعرف حدوده ما يعرف أحياناً الكبير بهذه الطريقة لما ينعزل أو شيء لا يهذب سلوكه ما حد يقول له أنت غلط ما حد يقول له اثنين وهذه الخطيرة لما يعتاد الإنسان العزلة وتصبح سلوكيات التلقائية المفترض أنه إذا كان في عزلة لسبب ما لغربة لطبيعة عمال أي أن كان يجب أن يتعامل في عزلته كما لو كان بين الناس بمعنى أن يكون ذوق في ملابسه ولو كان لوحده أن يجلس جلسة محترمة ولو كان لوحده أن يأكل بتهذيب ولو كان لوحده ليه يقول غزالي وهنا رأينا رجع الغزالي كلمة جميلة يقول على الإنسان أن يمارس أن يتخذ حسن الخلق في عزلته حتى تكون سجية لألا تكون عند الناس كلفة لكما يرى عند الناس يتصنع ويتعب طيب أنا الآن متعود أجلس كما أريد وأنام وأقوم كما أريد ما في مسؤوليات ما في مناسبات ما في شيء وأكل بالطريقة اللي أبغى أخلط عباس على دواس أسوي اللي أبغى وأكل كما أبغى وألبس لبس مريح قبيح لكن مريح أسوي اللي أبغى جيت عند الناس إيش يصير لهذا النظام أحد أمرين يا أصير زي كده ويمجوني فما رح أصير زي كده ليش أسوي أتكلف الجلسة وتكلف الأكل وتكلف الكلام هذه الكلفة واعية ولا غير واعية لا واعية كلفة مرة مركز على نفسي فإذا انتهيت من أي اجتماع لو كان ساعة أكون مرهق فأكره الاجتماعات أكرهها لأنها هي شيء لا لأنها مجهدة نفسيا لأني أتصنع فأنعزل أكثر لأن في عزلتي أشغل حياتي على الطائر على الطيار الإلكتروني بل بس زي ما أبغى واكل زي ما أبغى واجلس زي ما أبغى الغزالي يقول لا حتى في عزلتك أنت راعي راعي هذه الأداب عشان إذا رحت هناك ما تكون ما يكون فيه تكلف عند الاجتماع فالعزلة سيئة نفسيا سيئة من هي عنها شرعا الشيطان يتفرد في الإنسان في العزلة أفكارها ما يقدر يهذبها أفكارها لا تكون واضحة يعني مثلا بعض الناس ينعزل بالقراءة ينعزل بالقراءة مثلا يقول لنا في خير القراءة تصنع منك إنسان مثقف والاجتماع بالناس يصنع منك إنسان واضح للكلام اللي بتقوله لهم يبيد يسألونك سألونك سألونك حتى تصبح الفكرة اللي فيها النتوءات يكشطون هذه النتوءات يصبح كلامك واضح بس قراءة كثيرة بدون لقاء مع الناس أفكارك كما هي صفحات الكتاب غير واضحة تحتاج إلى شرح مع الاجتماع تحسن معارفك تحسن نفسيتك ومكانك الاجتماعية وقدرك عندهم وقدرك عند نفسك وكثير من الأشياء اللي ممكن إنسان يحصدها إذن أنماط الشخصية معرفاتها مهمة نعم مهمة التعامل معها وفقا لما يصلح للناس نعم العزلة سيئة غاية في السوء لا على مستوى الذنوب ولا على مستوى العيوب ولا على مستوى الترقي ولا على مستوى تزكية النفس ولا على مستوى الإنجاز ولا على مستوى المكانة الاجتماعية كل هذا ليس من صالح الإنسان نجي للتعلق التعلق لن أجيب عليه لأنها حالات منزلة وصعب البد فيها لكن سأقول ثلاثة أشياء التعلق ثلاثة نوع نوع مرضي مرضي من شاءه احتياج نفسي فقد في الطفولة هذا يحتاج طبيب أو معالج نفسي ما يحتاج طبيب إما أن يكون مرضيا وغصب على الواحد وإما أن يكون غرضيا التعلق واضح للغرض منه أو يكون عرضيا كذا يعني جات فجأة وحبيت فجأة وتروح تروح من نفسها فإحنا ما ندري هل هو مرضي وله أدوات تعامل هل هو عرضي وله أدوات تعامل هل هو غرضي وله أدوات تعامل ويختلف في مدته كم لهم وشدته ما مقدار هذه الشدة هذه التركيبة كلها تعطينا حل مختلف لكل حالة فما نقدر نتكلم بشكل عام حتى لو جبنا مثال لأن الطرف الآخر المتعلق به مموجود فما نقدر نسأله وما نقدر نتأكد ما نقدر نشوف المدة يعني شوي مختلف لكن بشكل عام باختصار نعم ناخد سؤال آخر بشكل عام التعلق مرض شدة العلاقة مرض لا أجرى فيها ولا عوض سيئة وتقصر عمر العلاقة وهي قاتل صامت للعلاقات من أرادت وأراد أن يديم علاقة ويجعلها تستمر أكثر يقلل ويسطح أكثر إذا كان عميق مرة يسطح أكثر عشان تدوم علاقة يعني ناخد سؤال آخر السلام عليكم السلام عليكم حياك الله أستاذ ياسر الله يحييك أولا أنا أبغى أبوح بمشاعري أنا والله أني أحبك في الله ترى يا بربس ما أعرف ترى يا شيء الله يحييك الله يحييك عندي سؤال هل لا يستطيع أقوي علاقة اثنين مو أنا شخصيا يعني اثنين أصدقاء أو أخوان أو حيزي كده بينهم مشكلة أو لما بينهم ما هي بينهم مشكلة مرة إذا بينهم مشكلة بالكذب وقد أباح لك الإسلام ذلك في إصلاح ذات البين تنقل عن كل واحد يعني ما يسره عن الآخر هذا يعني يصفي العلاقة هل تستطيع نعم تستطيع نعم 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 طيب مثلا طرق أستطيع طيب خلني أعطيك تفاصيل أنا ما أحب أعطي جواب أ спросى يعطي قواعد عامة لأن الاستثناءات كلهم ينزلها على كيفها بس القاعدة يأخذها بشكل عام أول شي عندنا إحنا كيف تتشكل المجموعات المجموعة تتشكل عندنا مجموعة أولية تتشكل مجموعة أولية مجموعة داعي محاضنة تتقبلك بعيوبك كل شيء مثل أسرتك وانت صغير مثلا ثم مجموعة ثانية ثانوية مجموعة المدارس ثم مجموعة ثالثة مجموعة العمل هذه مجموعة الزمالة والعمل تتشكل أنت صديقي لأنك لأنك زميلي ولو اخترت وما اخترتك بس أنت من أقدار الله عز وجل من مجموعة ثالثة مجموعة الرابعة مجموعة الاهتمامات أن نشكل العلاقات بناء على الاهتمامات فكلما كانت اهتماماتنا أكثر كانت علاقاتنا أوسع العلاقة بين اثنين دائما يقولون كن نسيب ولا تكن تعرفون المثل هذا كن نسيب ولا تكن ابن عم طيب ليش؟ طب ها مشكلة إذا صار النسيب هو والد العم أصلا طيب العرب بشكل عام في الصداقات بشكل عام في الصداقات الصداقات نوعين ليش يقولون أقارب عقارب أو مدري إيش وتلقى الواحد أخوانا كثيرين بس يصادق أصدقاء غير أخوانا دائما الصداقات اختيار والقرابة اضطرار القرابة اضطرار طيب أقوى العلاقات ما كانت بالاضطرار والاختيار يعني عيال عمي واخترت منهم واحد فالعلاقة بطبيعتها ابتداء اضطرار وأنا قويتها اختيار جيد فالآن العلاقة بين الاثنين هذه نسأل أنفسنا هل هي اضطرار ولا اختيار ابتداءا فإن كانت اضطرار نجعلها كيف نجعلها اختيار وإن كانت اختيار ابتداءا فالاختيار خلنا نقول صمغ يمتن هذه العلاقة بحيث انها بحيث ما تنفصل كل ما استطعنا أن نجعل نقاط التشابه بينهما كبيرة احنا متلنا العلاقة التشابه في الافكار التشابه في الاهتمامات التشابه في الاهداف التشابه في القيم التشابه في العلاقات المحيطة احنا متلنا العلاقة هذا وبالمناسبة أحد أهم أدوات تمتين العلاقة هو أن تشبه المن أمامك أن تشبه يعني مثال يعني لما تجلس أنت مع ناس وداخل أنت الرسمي وكلهم مفرعين من الذكاء الاجتماعي ماذا تفعل؟ تشيل تفرع مثلهم صح؟ لما تفرع إيش يحسون فيه؟ إيش نحس إحنا؟ يعني اختصرنا كثير من الرسمية بهذه الحركة طيب وش هذه الحركة؟ ش ممكن سميها لو حطينا قاعدة؟ الطيور على أشكالها الشبه الناس تحب من يشبهها الناس تحب من يشبهها وإحنا في متكة صح؟ وذلك يقول الشافعي يقول إيش المرؤة في العلاقات؟ إيش المرؤة؟ يقول وإذا 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 مشيت وإذا ركبت ركبت على الدابة وكان غيرك ماشيا فمن المرؤة أن مشيت كما مشى تصير زي وإذا جلست وكان غيرك واقفا فمن المرؤة أن وقفت وإن أبى شوف بعض الناس يقولون استرح وإذا اتكأت وكان غيرك جالسا فمن المرؤة أن تزيل المنتكة أنا كيف أصير؟ أشبهك هناك نوع من التواضع فيها مسج كذا بتمتيل العلاقة فعندنا قضية أننا كيف هذا الاختيار نكثف من عملية التشابه بين هذا وهذا على أساس أن تكون العلاقة يعني في نقاط اشتراك كثيرة يستطيعون يجرون حوارات فيها أيضاً وانت لو تلاحظ أنه ممكن الإنسان ما يكرأ أخوه ما يكرأ أخوه لكن ما يجس معه ولحظات الصمت بالمناسبة ترى لحظات الصمت في العلاقة تثير المخاوف لحظات الصمت في العلاقة تثير المخاوف ولذلك نحن نجلس في الأسنصير يدخلون الناس في الأسنصير يطلع أشكالنا بايخة وعدتهم أشكالهم بايخة ناظر كل شيء لأن في لحظة صمت أنت جسم مع أخوك الكبير قرفان وأحيانا خايف وأحيانا يعني تسوي أي شيء بس عشان ما تكسر لحظة الصمت هذه ما تبغى طيب إيش مشكلة مع الأخ الكبير أحيانا تكون مشكلتي مع الأخ الكبير أحد أمرين أحد أمرين واحد النوع مو على جوي اهتماماتي غير اهتماماتي وإذلك كلما تبعدنا في التشابه ما قدرنا نتواصل ما قدرنا نتواصل وإن كان أخوي ما لها علاقة بالحب لها علاقة بالارتياح هذا واحد اثنين الأخ الكبير عادة هو مصدر اللوم يمكن يمكننا صغار كان هو دائما لي في نقطة مهمة يجمع أنا لما أكون مع واحد أعرف أنه يحبني مرة 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 وأنا أحبه بس كل مرة يقابلني يسألني السوات في دراستك فقل والله مرة 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 المرة شكرا